فأنا عاوز أوجه لك السؤال الأول يعني هل الإيمان المسيحي معقول؟ تمام يعني وهذا اللي عاوز يعني بريد نوضحه طبعا معقول لأنه يعتمد على الفكر زي ما قلنا العقل لازم تكون في معلومات والمعلومات دي لازم تكون معلومات مصبوطة وإزاي أتحقق من أنها معلومات مصبوطة بالعوامل التاريخية وبالعوامل العلمية ودي حلقات كتيرة استخدمناها قبل كده والناس ممكن ترجع عليها مرة تانية فهو معقول جدا لأنه مبني على حقائق لأنه بيسألونا معقول أنه الله خلق كل الكون بست أيام يعني معقول معقول الطفان يعني معقول الثالوث معقول أنه المسيح يصلب معقول أنه المسيح هو الله وهذه الأسئلة الكثيرة تمام فيه واحد جاني إحنا عندنا زي مركز كده للشباب فجاوئ في قدامه وقال لي أنا عارف اسمك إيه أنت اسمك ناجي اسكندر أنت بتؤمن بالخليقة أنا مش هسلم عليك مالعبوه؟ قلت له أهلا وسهلا قلت له عارف أنت لو مش بتؤمن بالخليقة عليك تؤمن بإيه؟ أنه في البدء لم يكن شيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء ده كلام مش علمي أنا عندي بداية أحسن بقى في البدء خلق الله السماوات والأرض البدء هو الزمن الله مصدر الحياة والقوة السماوات والأرض هي المادة والفضاء فالعدد الأول من الأصحاح الأول في سفر التكوين أكثر علماً من أنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء الراجل كان مليان غضب وعدم استقرار في حياته اتكلمت معاه بكل رفق على قد مقدر وسبني ومشي فاللي عايز أقوله أنه بالإيمان نفهم الأمور دي أحسن من أنه في البدء لم يكن هناك شيء طبعاً واللاشيء انفجر وعمل كل شيء ده مش منطقي ومش عقلاني لكن الإيمان المسيحي اللي مبني على كلمة الله منطقي وعقلاني فيه حاجات بقى فوق العقل لازم ندرك كده تماماً أنه فيه حاجات لأنه احنا بنتعامل مع الله لغير محدود وإحنا محدودين فبالتالي فيه أشياء هتكون في منطقة ما خارج حدود العقل مش ضد العقل لكن فوق العقل وده شيء مهم نفهمه بما أنها فوق العقل علي أن يكون عندي الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى زي إبراهيم ده اللي عمله ده فوق العقل فوق العقل مش الطبيعي لكن هو ده الإيمان العامل والإيمان العامل بالمحبة فالإجابة على سؤال الحلقة طبعاً الإيمان المسيحي معقول جداً ومبني على حقائق تاريخية وعلمية الطفان اللي حضرتك ذكرته الأدلة عليه عملاقة يعني أنا عاوز أصيغ السؤال إحنا كنا أنا وياك مرة في رحلة مع بعض زرنا فلك نوح يعني الريبليكا الريبليكا وين؟ بكنزس؟ بكنتاكي بكنتاكي وبعدين بعد ما زرنا يعني اللي بيقدر يروح يشوف فعلاً شيء جميل جداً التفاصيل الدقيقة ولكن هناك فيه كمان إذا ذكرت بتساعدني متحف آه متحف الخليقة وبعدين آه متحف الخليقة وذكرت عن سبع سبع أزمنة آه سبع أزمنة وأختنا من الأول للآخر للآخر بالضبط الخليقة وبعدين الفساد أو السقوط وبعدين طفان نوح الكارثة وبعدين التشويش برج بابل وبعدين المسيح وبعدين الصليب وبعدين الاكتمال فده تاريخ الكتاب المقدس كله أكي هقولك مثال بسيط على طفان نوح وفولك نوح كان طفان عالمي غطى العالم كله أيها أثر على طبقات الأرض القشرة الأرضية تكسرت الحفريات اللي بنشوفها دي وترتبت ففي حاجة اسمها الموريسون فورميشن في أمريكا بيشمل 13 ولاية بتلاقي فيه عظام لديناصورات مع عظام لكائنات مائية إزاي الكائنات المائية دي مع الديناصورات موجودة جوه الصخرة معنى أنه فيه مية موتتهم ودفنتهم مع بعض تلاقي على قمم الجبال العالية تلاقي كائنات مائية متحفرة ألاسكا أه بالزبط أه وفي الهملاي وقالش تبعيني كمان فدي إزاي طلعت على الجبال ما كانش فيه أسانسير ولا سلم تطلع ده معناها أنه كانت مغمورة بالمية وماتت الكائنات وتحفرت بسرعة وبعدين ترسبت ولما ترسبت إحنا دلوقتي بنطلعها كحفريات الأدلة كتيرة قوي لو فتحنا في كل موضوع منهم نعارف متعياني ومشانيك أنا بشجع يعني فعلا أنه تفوت على السايت وتتفرج على حلقات الأخناجي اسكندر وتراجعك تسترجع بعض الزكريات والحلقة اللي إحنا عملناها معا يا أسيس نزار موجودة على الويب سايت بتاعكم فدي برضو هتفرجنا عن الفلك وحجم الفلك وإزاي يتحمل البياه الكتيرة دي والمية جات منين وراحت فين عندنا إجابات علمية فالإيمان المسيحي مبني على المعلومات الصادقة فإحنا بنتكلم التفان بيتوصف نقدر نفهمه بالعلم التطبيقي الحفريات بتؤكد حقيقة الإيمان المسيحي لأنه ما فيش الحلقات المتوسطة دي اللي بيقولوا عليها لأن إحنا لو جايين من السمكة اللي تحولت لكائن آخر وحفريات وكده لازم يكون في حلقات متوسطة بينها ما فيش فالأدلة العلمية كتيرة جدا فالإيمان المسيحي مبني على وثائق تاريخية على حقائق علمية مبني على التأثير وفي حياة البشر أيوة صح الإيمان المسيحي ليه تأثير على حياة البشر فلما بيعمل هذا التأثير بنشوفه في حياة المؤمنين اللي بيعيشوا للرب فالإجابة على أنوان حلقتنا نعم الإيمان المسيحي معقول جدا جدا وتأثير على حياتنا بغيرها اشتركوا في القناة